الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآل السلام على الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على بطلة كربل العقيل زينب السلام على قمر بن هاشم بالفضل عباس ورحمة الله وبركاته سيدي أبو عبد الله ها هم خدمة زوارك ومن جوارك وفي حرمك نشخص بأبصارنا نحو ضريحك متوجهين بقلوبنا ودموعنا نحو عليائك ننشد السلام عليك معلنين الانتماء إليك مستاذنين بالدخول إلى حرم تحف به ملائكة ربك مبتدئين بآيات من الكتاب الكريم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى على محمد وآل محمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وإننا إنا كنا فاعلي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عباديا للصالحون إِنَّ في هذا لبلغا لقوم العابدي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعلقوا فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب حكم بالحق قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله صدق الله العلي العظيم نقفه جلالاً وإكراماً لقراءة سورة الفاتح على أرواح الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه لدفاع عن العراق وعن مقدساته من القوات المسلحة والحج الشعبي المقدس وعلى أرواح الشهداء الذين تم استيدافهم من قبل زمر الإرهاب في مختلف محافظات العراق فلنقرأ لهم ولجميع شهداء محبيه للبيت في مشارق الأرض ومغاربها الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآلي محمد آه مصل على محمد وآلي محمد نسأل الله العلي القدير أن نسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الله مصل على محمد وآلي محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن صديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته أشهد أنك قد قمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين وأشهد أن الذين خالفوك وحاربوك وأن الذين خذلوك والذين قتلوك ملعونونا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب الأليم أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفاك فاشفع لي عند ربك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أن كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البداع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الظال ومعاونة الضعيف وإدراك اللهيف برحمتك يا أرحم الراحمين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك داعي الله إن كان لم يجبك أبدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري لبيك يا حسين لبيك يا شهيد لبيك يا حسين